استضافت مصر فعاليات منتدى البحوث السنوي التاسع للقمسة والذي يقام في ظل رئاسة مصر للدورة الحالية لتجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي القمسة يقام المنتدى تحت شعار تعزيز تنافسية الأعمال والمرونة لدفع التجارة البينية ويستمر خلال الفترة من الثاني عشر وحتى الخامس عشر من سبتمبر الجاري حيث يحظى بمشاركة عدد كبير من ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وخلال كلمة ألقاها مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية إبراهيم السيديني نيابة عن وزير للتجارة والصناعة أحمد سمير أكد الوزير أن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة لتعزيز العمل الإفريقي المشترك وتحقيق التكامل الاقتصادي القرية نحن بنتكلم في بعض المبادرات مصر قامت بيها زي التكامل الصناعي التكامل الصناعي ما بين الدول القرى وخاصة دول الكوميسا وذلك لتعميق الصناعة الإفريقية استخدام المواد الخام المنتجة في إفريقيا لزيادة القيمة المضافة هذه من المبادرات أو المبادرة اللهم هينتهوا بيها لتوصيات إن شاء الله أهمية المنتجة ترجع إلى أنه يأتي في وقت حرق بسبب التدعيات السلبية لجائحة كورونا والأزمة الأوكرونية التي أثرت على جميع دول العالم وهو ما يضع لتعزيز التجارة البينية بين الدول الإفريقية خاصة دول الكوميسا نحن سعداء لاستضافة مصر لهذا المؤتمر ونتمنى الوصول للنتائج المرجوة